بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشترك ومتابعي قناة مصادر الحياة والنهاردة باذن الله تعالى بنتكلم عن موضوع يخص التغذية وهو زيادة الخصوبة عند الرجال ومع قصرة الدراسات والدراسات الحديثة هو القديمة عن عنصر الزنك وما له علاقة بزيادة الخصوبة عند الرجال لنكتشف مع بعض هذا السر في هذا العنصر من خلال التجارب التي اجريتها لهذا العنصر عنصر الزنك ده بينتمي الى الفلزات الانتقالية فويده كثيرة بيوجد فيه كثير من الاطعمة وهو مفيد جدا لجسم الانسان لانه بيعمل كمضاد للاجسادة ونقصه في الجسم بيسبب مشاكل كثيرة من امازي المشاكل التأثير المباشر على الخصوبة والقدرة على انتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال الكثير من الاطباء نصحوا الرجال الذين يعانون من طعف الخصوبة بعمل اجراء او اختبار لنسبة الزنك في الجسم وذلك يعني هذه النسبة بتقاس عن طريق اه نسبة معدن الزنك اه في قلب لازمة اه المنوية عند الزكور وبناء عليه بيترتب اه اذا كان هناك نقص ام اه لا اه ده من اه ضمن الاسباب اه يعني اسباب ضعف الخصوبة لدى الرجال وهي اسباب كثيرة ولكن دي من ضمن هذه الاسباب اه التي اه يغفل عنها اه الكثير فيجب عمل فحص حتى اه اذا كان السبب هو نقص عنصر الزنك يتم معالجة هذا النقص ومعالجة هذا اه هذه المشكلة اه اما عن الاطعمة اللي بيتوفر فيها عنصر اه الزنك فهي اطعمة اه كثيرة اه منها المقصرات والامحة وفول الصوية والسردين والزنجبيل ولحوم الابقار ولحوم الخراف والمأكلات البحرية اه كالمحار وجنين القمح وسرطان البحر والفول السوداني اه سرطان البحر اللي هو يعني الكشريات اللي هبتجه البحر زي اه جامباري ورسك توزا اه وغيرها ده اه بالنسبة الاطعمة اللي بيتوفر هذا اه العنصر فيها اما هناك يعني فواكه اه ايضا بيتوفر فيها عنصر الزنك ومنها فواكه متوفرة اه لدى يعني للكل او للجميع اه من هذه الفواكه اللي بيتوفر فيها عنصر اه الزنك اول فاكهة اه هي المشمش يعني كوب واحد من شراح المشمش ده بيحتوي على اه تلاتة وتلاتين اه ميلي جرام من اه الزنك وا اه ايضا اه المشمش المجفف ايضا بيحتوي اه على نسبة واحد وخمسين من مية في المية ميلي جرام النوع الاخر من الفكهة فكهة الافوكادو وهي صمرة مثل التوت بتحتوي على ستة وتسعين ميلي جرام من الزنك ده لكل واحد لكل كوب واحد من مقعبات الافوكادو ايضا الموز ده طبعا مصدر للبوتاسيوم معروف ولكن بيوجد في كل حباية موز حوالي 23 من مية ميلي جرام من الزنك ايضا من الفواكه نبات او فكهة بسمى العليق ده فكهة قد لا توجد في بعض الدول فكهة الكيوي ده فكهة معروفة الكوب الواحد بيحتوي على 25 ميلي جرام من الزنك الخوخ فكهة شعبية معروفة الكوب الواحد بيحتوي على 77 ميلي جرام من الزنك والزبيب وهو العنب المجفف الكوب الواحد بيحتوي على 32 ميلي جرام من الزنك طبعا ده نسبة عالية جدا التوت معروف التوت بيحتوي على 52 ميلي جرام من الزنك لكل كوب من التوت وهو فكهة معروفة او موجودة في القرى وعند الفلاحين شجرة التوت وصمار التوت سواء التوت الاسود او التوت الاخضر ومنه ايضا التوت الاحمر اه فكهة اخيرة وهي الفراولة وهي فكهة موجودة اه بكسرة على مدار اه العام الكوب الواحد بيحتوي على 23 ميلي جرام من الزنك دي الفواكه والاطعمة اه الموجودة على اه او الموجودة او تحتوي على عنصر اه الزنك اه النقطة الاخيرة اه اه ايه هو اه مقدار الاحتياج الجسم او احتياج الجسم من الزنك اه التضح او الدراسات اه وضحت انه اه بيختلف اه على اساس اه الرجل والمرأة وبيختلف على حسب اه العمر اه فوجدهم ان النسب الموصى بها اه بالنسبة للرجال اه التي تزيد اعمارهم فوق 19 سنة دولا بيحتاجهم 11 ميلي جرام يوميا من عنصر الزنك فوق 19 سنة من الرجال بيحتاجوا 11 ميلي جرام من الزنك ده يوميا اما النساء طبعا والاعمارهم فوق 19 سنة ايضا فبيحتاجوا ل8 ميلي جرام فقط من الزنك اه فمن هنا بيتضح اه اهمية عنصر الزنك بالنسبة لزيادة الخصوبة اه عند اه الرجال وطبعا النسبة دي وجدوا انها بتختلف تبعا اه لي العمر بتختلف باختلاف العمر واختلاف اه المجهود واختلاف البيئة وطبيعة اه التغذية لكل اه انسان اه ارجو ان هذا الفيديو يكون قد افادك وان شاء الله اه مع فيديوهات اخر اتهم الصحة العامة اتهم الانسان اه اذا اعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك ولايك وشير حتى تعم الفائدة اه للجميع والى ان القاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته